طيب بسم الله السلام عليم من الشيطان الرجيم الإخوة والأخوات الأكارم أينما كنتم عيد سعيد على كل الأمة الإسلامية وعلى كل الأهل وعلى كل الإخوة وعلى كل الأخوات أينما كانوا اليوم نحن في إحدى مراكز الإيواع بالدلم مدرسة أبوز شري فجينا في زيارة ميدانية نلخص المعاناة ونلخص الحاصل بالنسبة للنازهين أو اللاجئين الذين أتوا من مناطق متفرقة من القرى المجاورة للدلم حقيقة يعني وجدنا أنه الناس بتورد صفق الشجر واللي هو اللعوب أحيانا وصفق شجر التبلي ما يسمى بالأخوص فبتقوم بتجفف الورق دي وبتسحنه وبتعمله وجبة أو يعني بتطبخه ملح فيأكل أحيانا بالكسرة أو أحيانا بالعصيدة فإحنا محتاجين يعني ندعم هؤلاء ولو بالشيء البسيط حقيقة هذه المعاناة هي أصبحت معاناة شاملة لكل السودانين أو لكل النازهين الذين هم يعني في مراكز الإيواء وهي ظاهرة يعني أصبحت كثيرة في مختلف المراكز مركز ذات النطاغين ومركز أبو الشريك ومركز عثمان بن عفان ومراكز كثيرة يعني يصبحوا يعني يستخدمون أو يأكلون هذه الأوراق الأفوص فعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح للبلاد والعبات وأن يعني لأمة السلام والناس ترجع إلى ديارة إن شاء الله ويعني من داخل هذا المركز نحب نستضيف أو توضيها من إحدى النازهين أو توضيها من إحدى النازحات إن شاء الله يوضح لنا المعاناة اللي هم يعيشوها في هذا المركز موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم الشعب السوداني أتمنى من الله الكريم إن شاء الله سوف تفرج قربنا ويضيف حمومنا ويشيل الحم ويشيل الغم يا رب والبلد إن شاء الله ربنا نجيب فيها السلام والأمان والله نحن زي ما قالوا منقوبين ناس في حالة صعبة يعلم بالله الله ونحن نشهد من الله متمنى منكم إن شاء الله ونفعله بذارين منكم إنكم تمدلين لنا ايد العون ونحن نحن 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 نعيدي وربينا يديكم القافية وطويل عمركم إن شاء الله يشيل الحم والغم من بلدنا يا رب لكننا محتاجين والله ما عندنا معه المهم مقدور عليها لكن حاجة منها كلها ما في الله العالم ونحن الجائزة مغارر مثل منه الخرطوم لقد اصلنا لمنطقة دي اللي هي منطقة الدلية ونحن و الله يهمنا سلخرطوم ديل الحمد لله بس نقول لكن و الله عانينا ما علينا بس طالما بس رحنا اخوكم و إسنوه والواحد يظل يكونوا بالشاكرين لكن الحاجة طلبنا منكم بس تزيدون بالعندكم ما تاري منكم تاني حاجة اخر من كده ربنا أديكم العافية طول عمركم احنا بنجيب صفا خلاص خلاص جد بلدي بس طول كما ترون المناة بالتراجئة ونحن نطلق لدينا زيت و البصل ونضع المناطق ونحن نطلق ونحن نطلق نحن نطلق هذا المناة بالطبع تجلبه ونحن نطلق ثم نطلق 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 هل يضيفون الزيت والبصل والزيت والنوبية والنوبية؟ هل يضيفون الزيت والنوبية؟ لا، فهو براعة هل يضيفون الزيت والنوبية؟ هذا هو عبوث أبوث كيف يقولون الزيت والنوبية؟ هل يدعمون الزيت والخير؟ ماذا؟ ماذا؟ السكر أبوث أبوث صد الدعمات منكم وإن شاء الله ربنا يقدر الناس على فئلة الخير ويجعلنا سندا لكل المحتاجين ويجعلنا إن شاء الله واقفين دائما لحوجة أو لسة حوجة المحتاجين وجذكم الله خير وبارك الله فيكم وهذا هو طفل يعني يبين لكم أنه هي وجبة أصبحت وجبة أساسية لهم ودائما أحنا بيقول لأشعال نوعيون أطفالنا من دول حبيبة وإن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر كل الناس اللي هم بيسعوا لفعل الخير وبيسعوا لفرحة الأطفال ولفرحة الأسر عامة وأجزاكم الله خير وبارك الله فيكم إن شاء الله